بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة يا الأحبة في الله تتناول أثر الحجامة على أنمي البحر الأبيض المتوسط أو على حم البحر الأبيض المتوسط قبل ما نبدأ موضوعنا ونتكلم فيه لا يبد أن ندعو الإخواننا في غزة اللهم واحد كلمتهم وسدد رميتهم وأهلك عدوك وعدواهم اللهم أمين ربنا سبحانه وتعالى يفك كربوهم وشد من أزرهم ويرسل لهم جند من جنود واللهم أمين يدفعوا عنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين اللهم أمين وإحنا بنتكلم عن الحجامة وأثرها على أنمي البحر الأبيض المتوسط كتير من الناس يقولوا يعني إيه أنمي البحر الأبيض المتوسط بنقول أنمي البحر الأبيض المتوسط هي إلا في الهيموجلوبين نقص مع تشوه في كريات الدم الحمراء ليه أنا ما أقولش خلايا الدم الحمراء لأنها بلا نواة والكلام ده أنا بقوله وبكرره في كثير من الحلقات عشان نعرف إن الكرة الدم الحمراء ليه كرة أو كرية ما ينفعش أقول عليها خلية لأن الخلية من مواصفاتها أن تكون بداخلها نواة وهنا ما فيش نواة كتير من المصابين بيكتشف المرض في سن مبكر سن طفولة بيكتشف بارتفاع في درجة حرارة بنروح لدكتور ومعاه مغص شديد يعالج المغص وبعد ألم المفاصل الدكتور في البداية أفتكر إنها نزلة معاوية في تعب يدي علاج بعدها أسبوع اتنين الأعراض تأتي تاني وهنا الأم بقى الوعية يجي دورها تقول الله ده السخونية بدأت نحن لسه وقدين العلاج ومخلصينه بدأ يحصل سخونية تاني ومغص أسبوعين تانيين السخونية ومغص لا يبقى الموضوع هنا ممكن الأم تقترح على الدكتور تقول له مش ممكن يكون اللي عند الولد ده أو البنت دي أنيميا البحر الأبيض المتوسط طب ليه سموها البحر الأبيض المتوسط لإنه وجدوا أغلب المصابين إنه هو بيكون عبارة عن إيه المرض ده عبارة عن تحور جيني يعني فيه جين في ضمن المنظومة أو الشفرة الوراثية لسكان البحر الأبيض المتوسط فيه جين معين موجود عندهم يحمل هذا المرض يعني المرض ده مرض وراس يا دكتور نعم مرض وراس ينتقل من الأب ومن الأم وبنسب متساوي يعني ما يجيش واحد يقول إيه الأمهات بتنقلوا أكتر من الأبهات أو الآي عكس لا أنت بتبقى حامل لهذا الجين في ظروف معينة وهنا ده بقى من الإعجاز اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلوا في هذه الدنيا إنه محدش يعرف السبب إيه يعني ممكن اتنين أخ وأخت أو أخين نفس الأب والأم واحد فيهم يصاب بالحمة البحر الأبيض المتوسط والتاني ما تظهرش عليه بالرغم إنه حامل للجين طب مشكلة الأنيميا دي إيه إن هؤلاء الأطفال بياخدوا نقل دم على فترات يعني ممكن لو حصل انخفاض حاد مع ارتفاع درجة الحرارة والمناعة قليلة يروح المستشفى يعلقوله محاليل فيها مسكنات عشان المغص وخفض حرارة في المحاليل أحيانا يعلقولهم دم الدم هنا بيحصل فيه بيحصل تكسير في كرات الدم الحمر يبدأ فيه نتيجة الخضاب ده أو تبدأ تزداد كمية الحديد المزاب اللي بيسموها الفريتين الفريتين أما بيزيد ده يروح يجمع في عضو من أعضاء الجسم بعض المرضى والغاية دلوقتي يشوف من إعجاز ربنا بالرغم من تقدم الطب في كل دول العالم ما حدش يعرف ليه المريض ده بيروح عنده في الكب والمريض ده يروح عنده في الكلا تترصب هذه الخضاب أو هذه المواد ناتجة الاحتراق لكرات الدم الحمراء تبدأ تترصب وتأذي هذا العضو لو راحت في الكبد تعمل بقى تلايف في الكبد ووظائف الكبد تقل راحت في الكلا يحصل وظائف الكلا تقل الخطورة أنها تروح مثلا لو عند الولاد في الخسيطين وعند البنات تروح في المبيض وتأثر على الإنجاب وعلى النمو فدور الطب إيه هنا؟ لا أقولها في علاج هذا الدواء المريض ياخده بيفضي أو بيخلي ترصيب هذه المادة في هذه الأعضاء يقل وينزل مع البول ففي دراسة عملت في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية اتعاملت على 20 طفل من اللي عندهم مرض السلاسيمية أو مرض أنيميا البحر الأبيض المتوسط كان متوسط الأعمار 9 سنوات وبدأ مع الدواء اللي بياخدوا الطفل نقول طب هنعمل مجموعة تاخد الدواء بس ومجموعة تاخد الدواء مع الحجامة وتأتي النتائج المبهرة وهنا نقول صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياريت نصلي كل اللي سمع الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه بنقول الحجامة من النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير ما تداويتم به الحجامة نتيجة التجربة بتقول إيه إن هؤلاء الأطفال قلت عندهم نسبة الفرتين بقلة ذات دلالة إحصائية يعني إيه الكلام دا يعرفوا بقى الأساتذة في الجامعة والباحثين يعني فروق واضحة الولاد اللي بياخدوا الدواء بس آه بتقل عندهم بس مش زي اللي خاد الحجامة يبقى حجامة مع الدواء جاب نتيجة أعزم طب إيه تاني وجدوا آلام المفاصل ما بقيتش تيجي عند هؤلاء الأطفال وجدوا النوبات بتاع ارتفاع درجات الحرارة ما بقيتش تيجي يعني كان بيجي لهم ارتفاع درجات حرارة كل مثلا 15-20 دقيقة دول ما بقيتش تجي لهم أيضا ما كانش بيجي لهم آلام مفصالية واجع في السدر أما تعامل الحجامة على الأماكن اللي فيها الألم ما بقيتش يجي لهم واجع ودي كانت من الحاجات اللي كان بتقرق كل أم وكل أب اتخيل عندك طفل درجة حرارته بترتفع وألم مفاصل وألم في بطنه وفي سدره وبتجري بيه على المستشفى كل أسبوعين كل ثلاث أسابيع علشان تعلق له محليه وأحيانا تعلق له دم وسكينات ومضادات للتقلص وعملت تدي له حاجات علشان تتغلب على وخافة حرارة أما يجي يقول لك الحمد لله ما بقيتش نجري بيه على الطوارئ ده حتى لو ارتفعت الحرارة بارتفاع نقدر نتغلب عليه بشوات كمدات وبعض الأدوية الخفيفة فسبحان الله العظيم يبقى هنا الحجامة قدرت تعالج لنا المعضلة في مرض السلاسيمية أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط أو حم البحر الأبيض المتوسط لازم نوعي الأمهات نقول إذا كان عندك ابنك درجة الحرارة بترتفع كل فترة وهذه الدرجة بتبدأ تروحي مستشفى وترجعي وبعدين يديك دور الدكتور وترجع تاني اقترحي على الدكتور إن قد يكون عنده هذا المرض فيه تحليل آه بس هو غالي فيه تحليل غالي اللي هو تحليل جيني يعني بيسموه البي سي آر المختص بأنيميا البحر الأبيض المتوسط لو طلع يبقى ناخد العلاج المتداولة مش عايزة أقول اسمه لكن فيه علاج اللي هو بيمنع ترسيب الحديد في الأعضاء ونعمل الحجامة للطفل أو للشاب طب فيه سؤال بيتقال هل المرض ده لي عمره بعدين يتوقف لا المرض من الملاحظات اللي بتحصل معها إنه بيزداد في أوقات معينة في العام يعني ممكن في تغيير الفصول نجد آه بدأ يحصل فيه هجمة وبيحصل فيه كل سن يعني كباره صغيرين يعني أحد عنده خمسين سنة بيجيله هو كان عنده والجين موجود وفيه طفل عنده سبع سنين بيجيله طيب يبقى السن مش هو المعيار بس وجدوا إيه إن أكل بعض الأطعمة بيزود المرض وده بيعمل لنا مشكلة زي إيه يا دكتور بنقول الأطعمة عالية السكر لابيا الناس عملة تأكل حاجات ند للطفل سكريات وحلويات وعمل يأكل في حاجات دي طبعا مضر دي بتظهرها أو مقاط حفظة عملة يأكل شبسي وشيت وصوتها عملة أكياسه عملة يأكل منها وعملة يشرب مشروبات غازية طبعا ده بيتزود عنده الأعراض أو بيأخذ مقاط حفظة يعني أكله كله معلبات وخصى الناس الكبار اللي عنده المرض وصغير يقولوا أعدت كده خمس ست سنين ما عنديش مشكلة وبعدين بدأ يجيل يجيل يبقى مرة على فترات كل كم شهر وبعدين أما سافرت شو بقى الكلام وبدأت أعتمد في أكل على المعلبات أفتح علبة بلوبيف علبة سردين علبة تونة وأكل ما بقتش أكل الأكل الصحي اللي فيه الخضروات والأليف والفكهة والشربة والأكل اللي فيه بقى الصلاطات لا بقيت أكله ومعلبات وجدوا أن ارتباط هذا بنوع الأكل بس فيها الأكل معين نمنعه مفيش مش لقيين ولكن بصفة عامة الحاجات اللي بتضع في الجسم زي السكريات المقليات المحمرات المعضة الحفظة دي بتظهر هذا المرض أكثر طيب مع الحجامة اللي هنعملها بعض الناس يقول المرض غير مفهوم وده يمكن أسادة الأطفال والمرض ده بيتشخص في قسم أمراض الدم أو دكاترة الأطفال بيدرسوه بتفصيل اللي هو أنيميا البحر الأبيض المتوسط أو حمى البحر الأبيض المتوسط واسمها بالإنجليزي عشان الناس اللي بقى عارفها اسمه سلاسيميا كتير من دكاترة الأطفال ودكاترة أمراض الدم بقوا يحولوا للمرضى عايزين حجامة جنبا إلى جنب مع الدول موصوف ليه ليه؟ وهنا يعني لازم يعني أقول تحية لهؤلاء هما هدفهم إيه؟ إن المريض يخاف أما وجدوا مرضى من عندهم بيروح يقولوا أنا بقيت تحسن تم عملت الحجامة يا دكتور فبقى في كتير منهم يتواصل معايا يا دكتور أمير إيه الحجامة؟ هل في أبحاث أقولوا آه في بحث منشور موجود على موقع البحث العلمي لموقع البحث جوجل موجود اللي هو جوجل سكولر اللي فيه الأبحاث العلمية في بحث بيقول دور الحجامة في علاج مرض السلاسيميا أو مرض آآ أنيميا البحر الأبيض يقول لي إذا أنا شفت حالات جات لك العادة وتحسنك جدا أقول له أو يا ريت يدوموا عليها لأن المرض ده مانوش مدة معانا ويختفي يعني كنا أيام كورونا نقول هي فترة والمرض يجي له ويروح خلاص نوفايروس لكن ده مش فيروس ده موجود في جوه الجينات في جسمنا طيب في حاجة مهمة جدا وجدتها مع بعض المرضى في علاج هذا المرض وهو الاهم شيء في العلاج اللجء لله عز وجل الدعاء ضمر الجيني يعني هو بيجي بدون مقدمات وهو موجود في جسمنا واحنا من دول البحر الابيض المتواصل وعندنا هذا الجين وراسي يعني مش مرض جاب عدوى ما بيعديش مرض الانيميا البحر المتواصل ما بيعديش طيب وجدنا ان بعض المرضى اللي بيكسروا من الدعاء لأولادهم يعني لنفسهم او بيدعي لأولادهم ان المرض ما بيتجلوش النوبات بقولوا تحسن الحالة النفسية بيأثر يعني فيه اطفال كانوا بيعانوا من المرض كل اسبوع في المستشفى بعدنا نعملهم نعمل لهم برنامج غزائي وبرنامج حرك يروح لعابه وتمارينه وكده ونعمل لهم دعم نفسي طب طب عليهم نخدهم في حضننا نحن عليهم ومع ده وده وده نعمل لهم الحجام فيه خلطة بنعملها خلطة عشاب دي بنديها للاطفال بفضل الله بتحسنهم جدا فيه خلطة عسل بتتعمل هؤلاء الولاد بيوجدنا تحسن ملحوظ بالنسبة له وبالتالي بتقل موضوع نقل الدم لهذه أولا الاطفال وبالتالي يقل المعص ويقل ألام المفاصل وما فيش حمى بتيجي ما فيش نوبات طيب ببقى كده الإنسان يعيش يعني في حالة مستقرة يقدر يمارس حياته الطبيعية يروح مدرسته لما يكبر يروح شغله في البيت والأسرة مش قاعد يعني من الأشد ألام المغص ألام حمى البحر الألم المتواصل لما بتيجي المريض وتشوف المريض قدامك وهو بيتلوى ويتقطع من الألم والوجع حاجة عجيبة تدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه تقول الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق لما نيجي نشوف باب الأمل مفتوح لهؤلاء اوعى هناك كلام هنا بقى الأطباء اوعى تقول للمريض المرض ده مالوش علاج ما فيش حاجة اسمها مالوش علاج لأن الصادق أن الأمين لأن أمين الوحي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح ما جعل الله من ده إلا وله دواء يعني السلسيمة ليها دواء ليها دواء خلاص أليها البحر الأبيض أحمى البحر الأبيض وليها أسماء يعني ليها دواء ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مفهومة خلاص احنا كده بنقول بعض الأسئلة اللي وردت لينا خلال هذه بعض الإخوة بعتوا أسئلة كتير على الموقع سواء موقع الرسمي للدكتور أمير صالح أو موقع قناة الرحمة بقول لكم الأسئلة سيتم الإجابة عليها تباعا يعني هنبدأ نزل لكم إجابات إن كانت الفترة اللي فاتت كده في يعني بعض الأشياء ولكن إن شاء الله نبعث لكم إجاباتكم سؤال من الأسئلة وده مش سؤال دي حالة من العيادة من العيادة فتاة 16 سنة جاية معها كحة نشفة وكحة بصفة عامة مش مرض عشان نبقى فاهمين كحة عرض عرض لإيه واحد عنده التهاب في الشعب الهوائية التهاب في خلايا الرئة التهاب رئوي التهاب في الحل التهاب الواحد بيكح حتى في بعض أمراض القلب بيبقى معاها كحة فبنقول الكحة عرض مش مرض يعني ما تيجي زي ارتفاع درجة الحرارة ما نقولش المريض ده عنده ارتفاع درجة الحرارة طب هو ده السبب وإيه هو ده السؤال فالبنت جاي بكحة نشفة نشفة يعني ما بتطلعش بالغم طبعا عملت أشاعة مقطعية وطبعا دلوقتي أبراد الرئة بتتشخص على طول بالأشاعة المقطعية طالع مفيش عندها حاجة والبنت تاخد أدوية كتير والكحة مستمرة أدوية كحة ولكن الكحة مش فكان السؤال اللي تسأل للبنت هل الكحة دي بتيجي أثناء النوم يعني بتصحيك من النوم قالت لا طب أما بتبقى أعدل واحدك في القوضة مع نفسك بتجي لك كحة قالت لا طب الكحة بتيجي قدام ناس معينين قالت آه ما كون متدايقة طبعا أول ما قالت ما كون متدايقة دي بنسميها الكحة النفسية أو السؤال النفسي السؤال النفسي ده إيه ده يعني حد يكوح أما يشوف حد أو يتعرض لموقف أو قدام الناس دول بيبقى عندهم مشكلة نفسية يعني فيه بينشوفها كتير في الطالبة ما يجي عندي طالب كده وقوله إيه قو مقرأ الإجابة بتاعتك هو كاتب إجابة مسيئة في الامتحان الشهري ولا الامتحان بتاع الميت تير ما ولا كده فأنا عايز أقوله أنت يعني ابزل شوية مجهود أنت كاتب غلط قو مقرأ السؤال أول ما يمسك الورق يبدأ يكوح أنت بكوح ليه الكوحة دي بنسميها كوحة هستيرية مجرد ما ندي المريض ده أو المريضة دي حاجة تهدي شوية الأعصاب بتتحسن طبعا إحنا ما نقولش المريض ده كوحة هستيرية وكده لا كوحة وضمارة دواب ليه عشان المريض من جوه ما يحسش هو بيعملها غصبا عنه لا شعوريا يعني مش بيصطنعها لا فهو غصبا عنه فنروح عاملين له حجامة اللي هي بتاعت المناعة اللي بتنقي وندي له أعشاب مهدقة ونشوفك ونبدأ نيه ندي له دعم شوية دعم يعني ايه اهتمام ممكن يكون بيكوح لعدم الاهتمام ودي بتحصل للولاد اللي هم في سن يعني نسميه ما بعد البلوغ ان انا ضد كلمة المراهقة دي ما بعد البلوغ ليه بيبقى في مرحلة عمرية لهم فيه اهتمام بيه زي الأطفال ولا هو بيتعامل زي الكبار فيبقى في مرحلة كده ايه المعاملة مش عجبية وممكن في أسرة نجد الأب والأم بتشغله بالطفل الصغير أو بالمريض فيبدأ التاني لا شعوريا يكوح عشان يباين ان انا تعبان انا كمان بس هو مش بيقولها يعني هو مش بيتصنع المرض لغصب عنه عشان كثير من الناس ما يظنوش ان ده اه شيء مرضي سؤال تاني وصل وده يمكن من الاسئلة اه اللي كتير من الناس بيستعجبوا لي بيقولوا ليه في المقاتم توزع السجاجل يعني واحد ميت وقاعدين في الميت تم بيعزوا فتلاقي واحد كده جاب كم علبة سجارة وقايم عمال يدي كل واحد من اللي قاعدين سجارة وتلاقي العزاء اصبح مدخنة ايه اللي بيحصل هنا والعلماء بيقولوا ايه ان الدخان في مادة اسمها النيكوتين موجودة في السجارة هذه المادة النيكوتين بتريح الضغوط النفسي لها اثر على الاسترخاء النفسي الواحد بيبدأ يحس بالراحة فطبعا في وقت العزاء والزعل تلاقي الواحد عمال سجارة يولع سجارة من سجارة وعمال هو عايز حاجة تخفف عنه شوية ضغوط النفسية انا بقول مش كده بدي مبرر ان احنا نوزع سجارة انا بقول بنها ليه بقى الميت محتاج حد يتصدق عليه بطيب ما نفعش ان نتصدق بسجاير على الناس جاية تعزي وقول ده رحمة ونور على الحجة او الحجة لا مفيش كلام من ده احنا لو عايزين نوزع عليهم حاجة ندي مثلا زجاجة مية او فيها خير واجعلنا من الماء كل شيء حي نديهم حاجة مشروب ويمكن من الاشياء الطيبة ان كنت رايح اعزي في زوجة احد الاخوة ربنا يرحمها ويحسن اليها فاذا بالزوج هو من احد المشايخ ربنا يا رب يبارك في عمره يحفظه بيقول تشربوا ايه اجيب حاجة ساعة احنا سكتنا يعني اجيب حاجة ساعة بصوا مفيش ما بنوزعش قهوة وما بنوزعش سيجاير هما وبيقول هوا مبتسم ليه عايز يدينا درس حتى في العزاء ليه لا احنا موزع فيه مشروب اجيب لكم عصاير طبيعية اجيب لكم شاي ينسون كأنك في بيت عادي بتاخد واجب الزيارة واجب الضيافة لكن السجاير لذلك كما بنقول السجارة في المآتم لها سبب علمي انها بتقلل الاسترس ولكن لو افضل شي ان احنا نستمع لكلام ربنا يحد يدينا موعظة يذكرنا بالموت وان احنا لازم نستعد لهذا الوقت واننا واننا افضل بكتير ليه ان احنا ما هنسكن ربنا ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلوبنا تتطمن ونحس ان التوفي سبقنا للجنة وان ربنا ينعم عليه وان احنا هنلحق بي ان شاء الله غير مفتونين ونسأل الله ذلك ونكسر من الدعاء للمتوفى وهكذا يعني ياريت هذه العادة السيئة نتخلص منها من مآتمنا معاشر المسلمين طيب في عندنا سؤال من الاسئلة وانا داخل الستوديو يعني احد الاخوة المسؤول عن الاضاءة الاستاذ عاطف يقول لنا عايزة خس عاشر كيلو في الشهر يا دكتور امير فكانت النظر اللي قلتوله عشرة كيلو في الشهر ده من اسوأ الاشياء انك تنقص وزنك اكتر من اربعة خمسة كيلو في الشهر فبدأ يتعجب قلتوله انا الكلام ده انا اقوله في الحلقة عشان اجابة مش ليك انت يا استاذ عاطف ده هتبقى الكل الناس على الهواء مباشرة ليه مخيفة انه في وانا بقولها بس اوقع تروح تشتروها هل في اشياء ممكن تدور ليه بقى لان الدهون مش اللي انت شايفها تحت الجلد ومغطية شحم البطن تحت جلد البط وكتاف وصدر لا مش هي ده الدهون انت عندك كمية الدهون مبطنة في الداخل هي اللي شايلة الاعضاء الداخلية كتير من اللي بيخصوا عشرة كيلو يحصل لهم سقوط في الكلى والعزو بالله بيتعابوا منها اضرار كتير لهذا يوعد خصوا اكتر من 4-5 كيلو في الشراء وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى في ختم هذه الحلقة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وان يجنبنا الفتن مع ظهر منها وما بطن وان ينصر اقوالنا في غزة واللهم بلغنا رمضان وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته